كيفية تنظيف جرح كلب شوادث أمر طبيعي، فطبيعة كلبك المرحة والفضولية من الممكن أن تؤدي إلى جرحه أو خدشه أو خرق جلده عند نقطة معينة في حياته تنظيف الجرح بشكل صحيح في المنزل سيساعده على الشفاء وسيؤمن لك بعض الوقت إذا كنت غير قادر على الذهاب به إلى الطبيب البيطري كذلك التنظيف السليم سوف يمنع العدوى وسيساعدك أنت والطبيب البيطري على معرفة مدى سوء إصابة الكلب جزء واحد أوقف أي نزيف واحد هدأ الكلب بمجرد ملاحظة أن الكلب مصاب حاول أن تسيطر عليه وتهدئته إذا كان ثائرا هدأ كلبك عن طريق مدعبته بلطف والتحدث إليه بمستوي صوت منخفض وهادئ تأكد من أن تبقى هادئا حتى وإن كنت قلقا فكلبك يستطيع أن يقرأ لغة جسدك ويعرف نبرات صوتك جيدا وعليه سوف يحذو حذوك ويتبع سلوكك إثنان كمم الكلب إذا لزم الأمر ضع سلامتك الخاصة في اعتبارك عند التعامل مع حيوان مصاب حتى وإن كان كلبك عادة لطيفا ومحبا فمن الممكن أن يهاجمك لحماية نفسه من ألم مستقبلي كامني كلبك إن كنت قلقا على سلامتك شخصيتي إذا بدأ في التذمر أو عضك أو كان لدي تاريخ من العض عند انفعاله إذا لم يكن لديك كمامة لذ حبلا برفق على جسدي أو أربط حبلا خفيفا حول فم الكلبي إذا أثار ضجة كبيرة أوقف أي شيء تفعله واذهب به إلي الطبيب البيطري فورا بأكثر طرق الأمان الممكنة أحم نفسك عن طريق وضع بطانية أو منشفة عليه قبل نقله إلى مستشفى الطب البيطري ثلاث عالج أي نزيف تراه إذا رأيت الذم يتدفق من خلال الجرح فهذا يعني أن الإصابة يمكن أن تكون وصلت إلى الشرايين وهذا يعني أن الحالة خطرة جدا تدفق الدم ينبغي أن يؤخذ على محمل الجدي اضغط بشكل مباشر على الجرح باستخدام مادة مصة ونظيفة مثل من شقة أو قطعة من القماش أو شاش طبي أو حتى الفوت الصحية التي تستخدمها الإناث استمر بالضغط على الجرح لمدة ثلاث إلى خمس دقائق ثم تحقق إذا كان النزيف توقف أم لا إذا تابعت الضغط بهذه الطريقة يمكن أن تمنع تجلط الدم وتعمل على إبطاء العملية أربع ضع ضغط تحت إرشاد الطبيب إذا لزم الضغط يجب أن يكون آخر حل لوقف النزيف لأن وضعه بشكل غير صحيح يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات قد تؤدي إلى موت الأنسجة قد يحتاج حيوانك الأليفة إلى البتر إذا أوقفت سريان الدماء إذا لم تكن تمتلك الخبرة والتدريب في وضع ضاغط للكلب استدعي الطبيب البيطري الخاص بك للحصول على الإرشادات العامة ضع من شفة نظيفة أو قطعة صلبة حول الطرف المصاب ولكن ليس حول العنق أو الصدر أو البطن استخدم حزام أو المقود لعمل عقدة يجب أن يكون مكان العقدة فوق الجرح تماما وباتجاه الجسد أو تركه هكذا لمدة أكثر من 5 إلى 10 دقائق قبل فك الضغط لتجنب إصابة دائمة للطرف المصاب تضغط بشكل كافي لتقطع النزيفة أو توقفه بشكل كامل تجنب سحق العضلات والأنسجة الرخوة ينبغي ألا يكون الضاغط مؤلما لحيوانك الأليف جزء 2 تنظيف الجرح 1 أزل الشعر حول الجرح باستخدام مقص كهربائي خاص بالشعر مكينة قص الشعر يمكنك البدء في عملية تنظيف الجرح بعد أن تتمكن من السيطرة على النزيف إذا كان شعر كلبك طويل سوف تحتاج إلى قصه ولكن إذا فعلت ذلك يجب أن تقوم به بحذر شديد إن لم يكن لديك المقص الكهربي الخاص بالشعر مكينة قص الشعر أو استخدم مقصا حاذا لتقصير الشعر بعناية ولكن تجنب قص إزالة شعر الكلب سوف يتيح لك النظر بشكل جيد على الجرح وسيمنع الشعر من التقاط أي تلوث أو تهييج الجلد المكشوف إثنان أغسل الجرح بالماء المالح الدافئ أملا محقن السقي أو المحقن التركية أو حقنة بدون الإبرة بالخليط ثم اسكبه بلطف على الجرح حتى يصبح نظيفا تماما يجب أن تكون الأنسجة واضحة ونظيفة قبل التوقف عن شطف الجلد إذا لم يكن لديك محقن أو حقنة صب المياه مباشرة على الجرح إذا كان الجرح على كف الحيوان يمكنك نقع القدم في وعاء خبز أو وعاء صغير ممتلئ بالمحلول لمدة من ثلاثة إلى خمس دقائق ثم جففه بمنشفة يدوية ثلاثة طهر الجرح إنزج البيتادين اليود البوفيديني أو النولفاسان الكلورهكسيدين مع الماء الدافئي أو استخدم هذا الحل كخطوة نهائية في الشطف يمكنك أيضا استخدام هذه المحاليل بدلا من المحلول الملحي أثناء مراحل التنظيف الأولى أربع جف الجرح الشاش المعقم يعتبر الأفضل ولكن أي مادة مصة نظيفة سوف تكون جيدة لا تحك الجرح أو تفرقه بل بدلا من ذلك مرر عليه الشاش أو المادة المصة بلطف حتى لا تتسبب في المزيد من الألم أو الأذى خمس دعم ضاد حيوي كريم أو رش آمن يجب أن تدرك أن الرذاذ قد يخيف الكلب وقد يشعره أيضا ببعض الوخز أو اللسعي لا تستخدم الكريمات والمراهم إذا كان لديك خيار آخر حيث إنها قد تجرب الأوساخ إلى الجرح علاوة على ذلك سيحاول كلبك أن يلعقه لذا استخدم هذه المنتجات فقط إذا كان يمكنك منع الكلب من العبث بمنطقة الجرح يمكنك لف المنطقة المصابة بشاش وقين أو استخدام الطوق الإليزابيثي طوق مخصص للحيوانات يتم وضعه حول العنق في حالة المرض أحرص على عدم وصول أي رش إلى عين الكلب لا تستخدم المراهم مع منشطات مثل الهيدروكورتزون أو البيتاميتازون فالمزج بين المراهم والمنشطات قد تمنع عملية الشفاء من الجرح استخدم المضادات الحيوية على شكل مراهم فقط لا تستخدم كريم مضاد للفطريات مثل كيتوكونازول أو كلوتريمازولي إلا بعد استشارة الطبيب البيتري إذا كان لديك أي إسئلة اتصل بالصيدلي أو الدكتور البيتري الخاص بك قبل وضع أي منتج أو مادة على الكلب ستة افحص الجرح يوميا إذا كنت ترى أي علامات للعدوى خذ الكلب إلي الطبيب البيتري فورا وتشمل علامات العدوى صدور رائحة كريهة أو إفرازات صفراء أو خضراء أو رمادية جزء ثلاثة طلب المساعدة البيترية المتخصصة واحد إصابات العين لا يمكن أن تنتظر أي جروح في العين يمكن أن تؤدي إلى ضرر دائم للبصر وتضر للأبد حيوانك الأليف لزيادة الاحتياطات للحفاظ على صحة كلبك خذه فورا إلي الطبيب البيتري لتقييم حالته وعلاجه إثنان اذهب بالكلب إلي الطبيب البيتري لتخييط الجرح إذا كان الجرح عميقا وغير سطحيا جميع الجروح التي تخترق الجسم من خلال الجلد إلى العضلات أو الأربطة أو الخلايا الدهنية تحتاج إلى تقييم من متخصصا بعد تقييم الجرح الطبيب البيتري سيخيط جرح الكلب بعدة غرز ليساعد الجرح على الالتئام عادة ما يترتب على العضل الذي يسبب الجروح ضررا كبيرا للأنسجة وهذا يمكن أن يمنع التئام الجرح فالعض الذي يسبب الجروح يحتاج إلى تنظيف وتعقيم يجب أن يتم ذلك تحت التخدير تحت إشراف الطبيب البيتري أفواه الحيوانات مليئة بالبكتيريا لذلك فهناك دائما احتمالية للإصابة بالعدوي حتى إذا لم تبدو العضة شديدة أربع جعل الطبيب البيتري ينظف الجرح أو يجففه من السوائل ويعقمه إذا لزم الأمر إذا كان الجرح ممتلئا بسائل زائد عن الحد الطبيعي أطلب من الطبيب أن كان يوصي بتشفيف ذلك هذا يعني إزالة الأنسجة التالفة أو المصابة حول الجرح كل هذه الإجراءات سوف تتطلب تدخل الطبيب لتخدير كلبك خمسة إسأل الطبيب البيتري عن فاعلية المضادات الحيوية هذه الأذوية يمكنها أن تعالج أو تقي من العدوى والتي تؤدي إلى إبطاء عملية الشفاء يجب أن يقيم الطبيب البيتري الجرح ويحدد إذا ما كانت هناك علامات للعدوى ويمكنه مناقشة المضادات الحيوية معك إذا لزم الأمر تحذيرات اذهب بحيوانك إلي الطبيب البيتري إذا كان الجرح عميقا أو واسعا أو ينزف بغزارة اذهب بحيوانك إلي الطبيب البيتري إذا أصبح الجرح معديا ترجمة نانسي قنقر